اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فيديو يقوم بجمع لكم جميع المنصات في فيديو واحد هذا الأمر سوف يساعدكم بشكل واضح على أن تقوموا وبكل بساطة بنقل الضمين وبكل بساطة لكي تقوموا بالحصول على الأموال الخاصة بكم فمن دوري أتمنى لكم جميعا أن تقوموا بالحصول على مبيعات بشكل يومي ومن أجل أن أجعل لكم الأمر أسهل بكثير فهنا سأشرح لكم اليوم إن شاء الله خطوة بخطوة كيف سوف تقوم بنقل الضمين للبيع بعد أن يتم بيع فمن أجل أن تقوم بنقل الضمين للزمون فهنا توجد طريقة يعني أنك لن تقوم بمثلا إعطاء للزبون الحساب الخاص بك مثلا في جودادي أو في نيمشي أو في غيرها بل الأمر يمر بطريقة مختلفة فنقل الضمين توجد طريقتين الطريقة الأولى والتي هي الضمين ترونسفير أي أنك تقوم بنقل الضمين من منصة إلى منصة أخرى مثلا أنت تمتلك ضمين في نيمشي سوف تقوم بنقله إلى مثلا إلى أفترليك سوف تقوم أنت بنقله مثلا إلى GoDaddy أو إلى منصة أخرى وهكذا الزبون سوف يحصل على الضمين الخاص به هنا يوجد فقط شرط واحد وأن الضمين يجب أن يكون قد أكمل 60 يوم إن أكمل 60 يوم فهنا سوف تحصل على شيء يسمى Authorization Code هذه Authorization Code يعني سوف تقوم بوضعها وسوف تقوم بنقل الضمين ولا تقلق بعد قليل سأشرح لك خطوة بخطوة كيف سوف نقوم بعمل هذا الأمر بشكل عملي يعني أنك عندما سوف تقوم مثلا بوضع الضمين الخاص بك في سيدو أو في أفسرنك فهنا سوف تقوم بنقل الضمين للزبون يعني عن طريق الترانسفر وتوجد الطريقة الثانية التي أنصحكم كلكم بأن تقوموا باستخدامها لأنها أسهل وأسرع وهي الضمين بوشت هي أنك تقوم بنقل الضمين من حساب إلى حساب آخر في نفس المنصة هذا يعني بأنك عندما سوف تقوم بعملها فالأمر سوف يمر بشكل سهل والمنصات بدورها يعني من أجلها تسهل عليك العملية فهي بدورها تقوم بفتح حسابات في نفس الشركات أنت سوف تقوم بنقل الضمين إلى حساب الشركة التي بيعت فيها الضمين في تلك الشركة ثم هي سوف تقوم بتسليم الضمين للزبون وأنت سوف تحصل على مالك فحتى وإن كان الضبون مثلا لا يريد استخدام تلك المنصة فأنت سوف تحصل على مالك حتى قبل أن يحصل الضبون على الضمين إذن حتى لا نطيل سوف نمر مباشرة إلى الشرحات التطبيقية سأشرح لكم الأمر بشكل عملي لكن قبل ذلك سوف نبقى مع هذا الفاصل الإشهاري ثم أعود إليكم مباشرة لكي أقوم بشرح لكم كل شيء هذا الفيديو هو برعاية موقع porkban.com porkban.com هو من أفضل المنصات الخاصة بشراء الضمينات وتوفر لك العديد من المزايا والعديد من الأشياء مثل الويب هوستين مثل الإيميل فوروردين والكثير والكثير من المعايير الأخرى منصة porkban هي منصة رائعة جدا فهي توفر لك مسألة أن تقوم بوضع الضمينات الخاصة بك على Afternic وتدعم خاصية الفاصل تنسفير والتي ستزيد من مسألة بيع الضمينات الخاصة إن قمت باستخدام الكوبون التخفيضي الخاص بي والذي هو ميستر كحل ففقط قم بمرسلتي وسأقوم باقتراح عليك التعبئة في ثلاثة يعني أنك إن قمت بشراء بناء الضمينات سأقترح عليك ستة ضمينات إن قمت مرة أخرى بشراء تلك الستة الضمينات سأقترح عليك التعبئة في ثلاثة وسأرسل لك 18 ضمينة ومرة أخرى إن قمت بشراء باستعمال الكوبون سأقترح عليك مرة أخرى التعبئة في ثلاثة هذا يعني بأنك ممكن أن تقوم باستخدام الكوبون التخفيضي ثلاثة مرات متتالية هذا الأمس سيعطيك تخفيض جيد جدا وسيعطيك مسألة أن تمتلك ضمينات جيدة تم اقتراحها مني شخصيا وهذه الضمينات هي جيدة قمت بتحليلها بشكل يدوي فإن قمت بشراء باستخدام الكوبون التخفيضي الخاص بي والذي هو ميستر كحل فقط قم بمراسلتي على الإيميل الذي ترى هنا في الشاشة أو فقط قم بمراسلتي على صفحتنا على فيسبوك وسأقوم بإرسال لك جميع الأشياء التي وعدتك بها فبعدها قمنا بالتعرف على منصة بوركبان دوت كوم سوف نمر الآن إلى الشرح العملي مرحبا بكم من جديد فكما ذكرنا هذه البلايليست التي قمنا بشرحها سابقا قمت بعمل بلايليست أخرى ليشرح لكم طريقة نقلة ضمينات لكن اليوم سوف نقوم بعمل درس آخر إن كنت لم تقم بعد بالاشتراك في القناة فقم بالاشتراك الآن وإن كنت لم تفاعل الجرس فقم بتفعيل الجرس لأننا فعلا نقوم بمشاركة معلومات حصرية قيمة لم يتم مشاركتها في أي مكان يعني في الأنطرق وبجميع اللغات توجد الكثير من الطرق كما ذكرنا من نقلة ضمين توجد الطريقة الخاصة بالترانسفير وتوجد الطريقة الخاصة بالبوش اليوم سأشرح هذه الطريقتين معنا فسأريكم الآن مثلا على أفترنيك وهذا الأمر ممكن أن تطبقه كذلك على السيدو وسوف تقومون بعملها بنفس الطريقة فأفترنيك مثلا والسيدو يعني يقومون بقبول الترانسفير يعني أنك سوف تقوم بأخذ مثلا هذا الضمين تم بيعهم مؤخرا وقمت بوضع لهم وهذا الأمر مرة بكل سهولة عندما سوف تقوم مثلا بالحصول على مبيع في أفترنيك فسوف تقوم وبكل بساطة بالدخول إلى حسابك سيقولون لك مثلا ضع أنا بحكم أني قمت بإنهاء الصفقة فقد تم إنهاء الصفقة وأنت سوف تظهر لك مثلا زر هنا بالأصفر يعني زر يعني واضح سوف تقوم فقط بأخذ وسأقول لكم بعد قريك فسوف تقومون بأخذه فيما يخص فهنا مثلا في مبيع أخرى هذه كذلك مبيع أخرى كما ترون هنا يقول لك قم بعمل لهذا الأكاونت وهذا الأكاونت كما ترون فهو أكاونت خاص بمنصة هذه المنصة وبكل بساطة لدي حسابات في الكثير من المنصة يعني أنك ستقول لك مثلا في حالة كان فأولا سوف تقول لك قم بوضع يعني المعلومات الخاصة به إن كانت مثلا فستقوم بإعطائك المعلومات وكلها نفس المعلومات يعني أنها كلها نوعا ما يعني نفس الأرض هذا الأمر ممكن تطبقه وكذلك على منصة التي سبق قمت بشرحها وهكذا يعني الآن الأمر واضح جدا بالنسبة لأفسر سوف تقوم بأخذ وبالنسبة لضان سوف تقوم باختيار دائما ستقوم باختيار كما ترى هنا يقول لك أوكي إن الأمر سهل وبسط إن قمت باختيار سوف تقوم بإنهاء الصفقة نعم لكن الأمر سوف يتأخر بعض الشيء ذلك قم فقط باختيار طيب الآن سوف أريكم خطوة بخطوة كيف سوف نقوم بأخذ يعني بشكل واضح وبسيط حتى تقوم بوضعه هنا في مثلا في أفسرنك في حالة تم بيعضمن في أفسرنك وإن كنت مثلا تريد عمل وتم بيعضمن في ضعان فسوف أريكم كذلك الطريقة يعني أنك الآن سوف تقوم أنت بعمل نفس الأمر دائما قم بتفضيل البوش عوض الترانسفير لكن في حالة مثلا جاءك الترانسفير فستقوم بعمل نفس الأمر طيب سوف نبدأ بمنصة بوركبير كما ترى هنا نحن الآن في بوركبير وكما ترى توجد هنا دومين لوك الدومين لوك يعني القفل الخاص بالدومين حتى وإن قمت بأخذ وقمت بوضعه وكان الدومين لوك يعني هنا باللون الأخضر أو كان فلن يتم عمل الترانسفير فلذلك نوعا ما دائما قم بعمل يعني دومين لوك يجب أن يكون أوف ستقوم بالدغط هنا وهنا سوف يصبح باللون الأحمر الآن ليس هناك أي دومين لوك يعني أنك ممكن أن تقوم بنقل الضبن سوف نبدأ أول شيء بالترانسفير سوف ترى هنا روجسترار ترانسفير دائما حتى مثلا إن رأيت بأن هذه المنصة قامت بتغيير الواجهة الخاصة بها دائما ابحث هكذا عن ترانسفير وبحث هكذا عن جيت اوتوريزيشن كود سوف نقوم بالدغط هنا على جيت اوتوريزيشن كود وهنا كما ترى فهنا يقوم بإعطائك الوتوريزيشن كود أنا لا أستطيع أن أريكم اوتوريزيشن كود لأنه شيء سري جدا إن قام أي شخص بمعرفة الوتوريزيشن كود فهنا ممكن أن يقوم بنقل الضبن بكل سهولة لذلك هذا الكود يعتبر سري جدا سوف تقوم بأخذ الوتوريزيشن كود تقوم بعملها كوبي ثم تقوم بالدهاب إلى أفترنيك تقوم بوضعها بيس ثم تقوم بالدغط على سبنت هنا سوف تنتظر نوعا ما خمسة أيام وسوف يتم أعمل الترانسفير بكل سهولة وبكل نجاح إن أردت أن تقوم بعمل بوش فهنا وبكل بساطة قم فقط بالدغط على بوش دومين هنا كما ترى يعطيك اسم الضومين وهنا يقول لك هنا سنقوم بالرجوع إلى مينصر وكما ترى هنا يقول لك سوف تقوم بأخذها كذا تعود إلى هنا تقوم بوضعها مثلا هنا ثم تقوم بكتابة أي شيء هنا أو حتى ممكن أن تتركها فارغة ثم تقوم بالدغط على سبنت بعد أن تقوم بالدغط على سبنت سوف تعود وتقوم بكتابة هكذا حتى تعلم منصة دان بأنه تم الأمر بنجاح وهنا كما ترى فقد تم إرسال المال وبكل سهولة هذا فيما يخص منصة بوركبن الآن سوف نمر إلى منصة نيم سايلو التي كذلك شرحنا فيها طريقة وضع دومين للبيع كما ترى هنا دومين لو كد سوف تقوم بالدغط على أنلوك سوف تجعلها نو دائما يجبو أن تكون هنا بعد ذلك سوف تقوم بالدهاب ثم تقوم بالدغط على هما سوف تقوم بالدغط عليها بعد ذلك سوف تقوم بالدغط على عندما تقوم بالدغط على سوف يتم إرسال لك عن طريق كما ترى هنا يقوم بإعطائك هنا هنا يقوم بأضع لك هما كما ذكرنا هذا الأمر هو سري جدا نرسى الامر سوف تقوم باخذ هكذا copy ثم تعود الى منصة افسر نيك تقوم باخذها تقوم بعمل pay ثم تقوم بالضغط على submit وهكذا سوف يتم الامر بنجاح فيما يخص ال push سوف تقوم مرة اخرى بالضغط هكذا على domain is unlocked سوف تقوم بالضغط هكذا على unlock بعد ذلك ستقوم بالضغط على submit ثم بعد ذلك ستقوم بالضغط هنا على push domain بعد الضغط على سوف تعود الى منصة سيقوم باعطائك هنا ستقوم باخذها هكذا ثم تعود الى منصة بعد ذلك سوف ترى مثلا هنا يقول لك قم فقط بالضغط على وبعد ذلك سوف يتم نقل الضمين ثم عود الى هنا وقم بالضغط على اوكي الان شرحنا على شرحنا على والان سوف نمر الى منصة بكذلك نفس الطريقة سوف تأتي الى منصة على بعد ذلك من اجلال تقوم باخدره ثم هنا تختار اي شيء ثم تقوم بالضغط على بعد ذلك سوف يتم إرسال لك وبكل بساطة في كما ترى فهنا يقوم بإعطائك سوف تقوم بأخذها كذا تعود إلى منصة أو مثلا تقوم بوضعها ثم تقوم بالضغط على وإن أردت أن تقوم بعمل فبكل بساطة سوف تقوم بأخذ هكذا كما ترى سوف تقوم بأخذها سواء هذه أو مثلا هذه تقوم بأخذها ثم تعود إلى هنا في وليس تقوم بوضعها هكذا وتعود إلى منصة ثم تقوم بالضغط على هنا شرحنا على والآن سوف نمر إلى منصة هنا في كذلك نفس الطريق الأمر سهل وبصر من أجل أن تقوم بعمل دائما يجب أعمل كما ترى سوف تقوم بالضغط هكذا هنا ممكن يطلب من كما ترى خلص ديال الخاص بك بعد ذلك قم بالضغط على وكما ترى هنا بعد ذلك سوف تقوم بأخذ كما ترى هنا هنا هاته سوف تقوم بعملها كذا أوكي ستقوم بعملها كذا تقوم بأخذها ثم تعود إلى كما ذكرنا إلى منصة تقوم بوضعها ثم تقوم بالضغط على نفس الأمر تطبقه على سهل إنارة تقوم بعمل فبكل بساطة سوف تعود إلى تقوم بالضغط على مثلا هنا دائما قم بالتركيز على هذه المصطلحات قم بالضغط على قم بأخذ هذا هكذا قم نوضع هنا هنا كما ترى هنا يقول لك يعني ليس بالضرورة تقوم بوضع لكن بما أن قامت بإعطائها إيانا فسنقوم بعملها كذا نقوم بوضعها هنا كما ترى هنا ليس بالضرورة أن تقوم باختيارات ثم نقوم بالضغط على وعندما سوف تقوم بالضغط على تعود إلى هنا وتقوم بكتابة شرحنا على والآن نمر إلى نفس الأمر سوف تقوم باختيار الذي تنوي أن تقوم بعمله أو مثلا عمل له تقوم بالضغط على تنزيل الأسفل وكما ترى هنا يقول لك هذا هو وكما ترى هناك هذا هو مثلا سوف نقوم بالضغط هكذا على هنا كما ترى سوف ترى مثلا هنا سوف تقوم بالضغط عليها ثم سوف تظهر لك سوف تعود إلى أو إلى تقوم بوضعها ثم تقوم بالضغط على في حالة أردت أن تقوم بعمل فبكل بساطة سوف تختار الاختيار الأول والذي هو ستقوم بالضغط هنا هنا يقول لك هنا سنحتاج هاته نعود إلى هنا نقوم بوضعها مرة أخرى وهنا يقول لك سبيل ضرر أن تقوم بوضعها لذلك لا تضعها هنا فقط اختيار اختار ثم نقوم بالضغط على وهنا كذلك ستعود إلى وستقوم بعمل الآن تبقى لنا اثنان منصات تبقى لنا صاب وتبقى لنا سوف نمر إلى صاب كذلك سوف تقوم بعمل نفس الطريقة كما ترى هنا ستقوم بالضغط على ممكن أن يطلب لك مثلا سوف تقوم بأختيها سيتم إرسالها عن طريق ثم قم بوضعها لكي تقوم بعمل وهنا كما ترى فقد تم عمل له ستقوم بالضغط هنا على بكل بساطة تقوم بأختيها قم بالدهاب إلى وقم بعملها ثم انتظر في حالة تقوم بعمل فبكل بساطة سوف تقوم بالنزل لأسفل وكما ترى هنا ستقوم بالضغط عليها هنا يقول لك ضع ستقوم بأخذ هذه تقوم بوضعها هنا ثم ثم تعود ثم تقوم بالضغط على الآن تبقى لنا فقط منصة وحيدة والتي هي بنص الطريقة تقوم باختيار حالة الضمينات التي تم بيعها تقوم بالضغط عليها ثم سوف تقوم بالذهاب إلى هنا بعد ذلك سترى بأنها مكتوبة هنا قم بالضغط عليها ثم قم بالضغط على بعد أن تقوم بالضغط على سوف يقوم بإعطائك قم بعملها كذا قم بالذهاب إلى أو إلى قم بأخذها قم بوضعها قم بوضعها هناك ثم قم بالضغط على صمت عندما أقول هنا الأمر يختلف على حسب أين بيعت الضمين إن بيعت الضمين في سيلو فقم بوضعها في سيلو إن قمت ببيع الضمين في أفتن قم بوضعها في أفتن في حالة تقوم بعمل فبكل بساطة قم بالضغط على ستختار هنا مثلا قم بالضغط على بعد الضغط عليها فبكل بساطة ستقوم بأخذ الوزر نيم والذي هو هادي وقم بوضعها هنا وقم باختيار كذلك قم بأخذها ثم قم بنزهاتها لأنك عندما ستقوم بنزهاتها فممكن الضبون أنه سوف ينتظر مدة طويلة فلذلك لا تقم باختيارها ثم قم بالضغط على بعد ذلك ستعود إلى هنا ثم سوف تقوم بالضغط على وهكذا قمنا بشرح جميع الطرق التي سوف تقوم بعملها من أجل أن تقوم بنقل الضمين للزبون الآن الأمور كلها واضحة أمامك ليس هناك أي تعقيدات لديه إلى أن تحس بنوع من التوتر أو أي شيء من هذا القبيل فالأمور سهلة وبسيطة أي شخص منكم مثلا رأى السؤال في المجموعة الخاصة بين المجموعة ميك ماني والمينستر كيف أقوم بنقل الضمين وثيك الأشياء فقط قم بوضع له هذا الشرح وهنا سوف يتم الأمر بكل سهولة فأظن بأن كل شيء واضح أظن بأن كل شيء مفهوم إن كان لديك أي سؤال كيفما كان فلا تتردد في وضعه في التعليقات وسأكون سعيدا جدا بالإجابة على سؤالك فتحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر